كيليا نبابيه يعتبر اهم لعب في العالم دلوقتي كيليا نبابيه اداء ومستقبل وروعة يعني اداء مرعب يعني من كيليا نبابيه نهاردة صحيفة ماركا الاسبانية قالت ان نبابيه بيلوم نفسه ومش راضي عن نفسه وعن اللي بيقدمه مع ريال مدريد الفترة اللي فاتت منذ انضمامه للفريق علشان كده بيعمل فترة اعداد لوحده خلال فترة التوقف الدولي علشان يرجع بمستوى احسن لا ده كمان قالك ايه بقى قالك ان نبابيه يشعر بالغضب من نفسه بسبب مستوى اهو متضايق زعلان عشان هو شايف هو شايف انه مستوى مش جيد مع ريال مدريد طيب نبابيه كده نبابيه الشهر ده الشهر ده بس مبدأين كده هو اقد افضل لعب في ريال مدريد الشهر ده تمام اللي هو اللي خلس يا الشهر اللي فات ده مبابيه لعب خمس مطشط في الشهر اللي فات ده جاب ست جوال جاب ست جوال صنع جول جاب ست جوال وصنع جول يعني مشارك بسبع اهداف في خمس مباريات وبيلوم نفسه طيب انت جايب لناك كلمتين دول ليه عم يفهمك بس العقلية فين انا مش حاق لأ انا لسه مش جايب مستوى من الموزة خد خد جايزة افضل لعب في المباراة تلات مرات تلات مرات يعني الاهداف مثلا مش صدفة لا كان بيبقى افضل لعب في المباريات تلات مباريات العقلية اللي هو انا هحاسم نفسي حتى لو الجمهور فدل يقول انت اعظم لعب في الكون احنا عندنا هنا لو في عشرة عملولك لايك على جول انت جبته في الدوري اللعب ده بيحس نفسه مرضونة راجل ده عمل كل حاجة في الكورة واخد كاس عالم واخد بطولات بالجملة وعمل كل حاجة تمام بس لا لا ما جبتش مستوى ده مش مستوى يا جدع انت ده انت احسن لعب في الشهر بس انا مش حاسي انا مش جاي بمستوى دي حكاية